ايه ايه اختي او انا كل المجال بس حاجة لازم تروح تشتري زيها وتعملي زيها بالظبط حتى اما فصلت الفشتان اروح تفصلت نفسي اللون ده حاجة تيري والله ما في حد ييري فلنتي انت لكل حاجة تقلديني فيها كل حاجة اشتريها تشتري زيه حتى الطبخ البطبخه تروح تطبخه زيه بالظبط عشان يعجب جوزك فتانك قاللت الادب تتمدي ايدك علي يا قاللت الادب يا مجرمة طب خدي اه شعري 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 ايه دا يا اولية انتو هي اخ رباتك انتو هي فضحتونا انتو صدك العالي في الشارع خدي يا اولية هنا مراتك دا اصلها لنت الادب وعايزة تتربى من اول وجديد وانا هربها لك بنتي لا عايزة تربية والله ما فعلت عايزة تربية لانتخدي يا بنتي لك اه اه دهري 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 اه 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 والله العظيم لبايك كثل ايلاله يا مفتري يا ظالم انتو هي ايو 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 امسك هالم مادها بالجزمة لت الادب السفلة المجرمة المسان طويل دي ايو اولا دي الكلب بتتجمع علي وتدربوني والله العظيم مسايفاكم يلا ما نرقد دم حالا كفاة كده عليها دارم يلا يلا عشقتنا اه يا داري يا ادي اه يا ريكلي اه ايدي اه ايدي يا سعاد مين اللي عمل فيك كده يا سعاد اه كويس انك جيت يا محمود شفت امرتك واللي حصل لها اخوك اخوك الظلم المفتري هو امراتك طلوا وتهجموا علي وضربوني دارم انا ما عدتش ادرى حرك ايدي ولا داري طلوا معلش يا حبيبتي معلش معلش سلامتك الفسة اتعودك للدكتور وعالجك نعم يا اخويا معلش كده بس وخلاص بقولك اخوك اخوك الظلم المفتري ضربني ضربني بين رجلي وايدي ورجلي تعرض قدامه الظلم المفتري ونزل فيا ضربة بالشلالت واللهكميات في وشي ومسكني وخلى امراته تضربني وكشفوني برتك تعرض قدام اخوك يا راجل معلش يا حبيبتي انت زي اخته برضو بس يعني وكان بيقديبها يعني هو زي اخوكي ما تلاقيش بس ما تحطش موضوع تعرض دي في دماغك اصلا هو اخوك كبير ومقدرش اقول له حاجة واكيد لا ان انت غلطان عشان كده كان بيعلمك الادب بس كده بشوش يعني كده يعني انت من الاخر كده مش هتاخد بطار مراتك من اخوك مش هتاخد بطار مراتك اللي تعرض وكشفت قدام اخوك معلش يا حبيبتي اصلا ده اخوك كبير ولا مقدرش ارفع صوتي ولا عين فخوي ازاي يعني انت زي اخته يا سيدي ما تكبرش الموضوع بقى الو ايوه يا ماما الحقي بنتك يا ماما اتضربت وتهانت وتعرت قدام اخو جوزي الرجل الظلم اخو ومراته ضربوني يا ماما وبهدلوني ولا معدش عرف اعمل حاجة اش يا ماما هاستناكي اوه يا طلوعي اوه يا عيني اوه يا رجل ويا ظهري منكو لله اوفان الراجل اوفان الراجل اللي مد ايده على بنتي يطلعلي يطلعلي كده واجها لوجه ويوريني نفسه الله سيحماتي بقى ما تكبرش الموضوع انت بقى بالذات تخرص خالص ومش عايز اسمع صوتك تاني هنا في البت ولمانا موجود ترامل ان انت منتش راجل وما بتعملكش الف حساب وانت مش موجود يبقى ما تتكلمش تاني ترامل بالله لاخد بنتي دلوقتي حالا واوديها المستشفى يتعمل لها كشف طب كامل واطلع بيه على الاسم اعملكو محضر فيه ومحضر ايه محضر تحرش ومحضر اعتداء اكسم بالله الست اللي انتو شايفينها قدامكو ديت لاتمرمتكو وتبهدلكو واحد وواحد وانا قلتها ومش هتنيها تاني وهقرفكو مين انا بقى وبنتي وهاخدها منك واكسم بالله لاخلعك لانك انت منتش راجل منتش عارف تحافظ على امراضك خليت اخوك يعريها قدامه وانت واقف كده تقول لها معلش اصل هو اخويا الكبير طوز فيك على الكبير على اكبر ايه ولا واحد عندكو هنا في البت ماما يا بنتي لم اهدومك وشنطتك وحطك كلها من اللي في البت ودهبك تغدئة بالهدومك وانا هاعلمهم الادب وابنك عندك اهو تربيه يا اخويا الوحدة فكريني عشان ابوها مات تبقى عضمة طرية لا وحياط ربنا لفيبكو حاولين نفسكو كدهو واحد واحد وهبيت اخوك في السجن النهاردة طوز حماتي معلش يؤسف اخر مرة والله والله انا هكلم اخويا النهاردة وهعبه على اللي حصل والله اما بقى احبسه اول ابقى تعالى عضبة اخويا اناك في القسم طب عليش يا حماتي سيب امراتي وانا هعالجها انا ماما راحت فيه انا اللي هعالجها واخليها زي الفل وعروفها زي زمان امر بدل الكدمات اللي اخوك عملها لها في وشهاه وفي رجلاه وفي ايديها وضلوها على الكسر الدي وحيات امي للاففه حوالين نفسه او يا ماما ضلعت وجعني قوي يا ماما مش قادرة شفت الدكتور قال لي ايه يا ماما عندي كسر في الضلع التالت والفقرة التانية والتالتة مخلوعة من مكانها ورجلي يا ماما شفت الكدمات اللي فيها معلش يا حبيبتي خلي بالك بس من نفسك واخد العلاج بانتظام واديني شفتي شفت عمتلك في ايه هبستهولي هياخد خمستاشر يوم على زمة التحقيق يستاهل اما نشوف اخرتهم ايه هاشوف مين افندم نعم ابوش ايدك وابوش رجلك جوزي مش واخد على البهدلة والمرمطة اللي في السجن دي ابوش ايدك وابوش ايد بنتك كمان خرجوهم السجن وتنازلوا عن القضية معلش يا حماتي اخويا متبهدل خالص ناك معلش تعالو تنازلوا عن القضية بشارت قبل ما خرج اخوك يكون شار البنت شقة برا البيت القرف اللي انتو سكنين في ده بالاسمه بيت العيلة شقة برا خالص بعيدة عنهم جاب شقة كنا بيها وراح تنازل عن القضية ما جابش شقة البنت برا يبقى ملكوش عندي هنا اي كلام ولا اي حديث وبالسلامة تاخدوا بعضك وتمشوا قصما بالله لو لان انت يا اسبال انت في بيتي كنت تعلمتك القدر زي ما انت ما ضربت بنتك كنت هضربك بالزبط زي ما عملت فيه بس عشان انت في بيتي وانا متربتش ولا تعلمت كده والاهلي علموني كده يعني ما فيش حل تاني يا حماتي ما عادتش عايز اسمع كلمة يا حماتي منك انت بازال ويلا بالسلامة لعبرة انت والاعربة اللي معك دي